ومعناها هو شخصية فيها طبع مزيج ما بين الجهوي متعلق بالدواخل فيها طبع ثاني كروي متعلق برئاسته لترجي في فترة ما شخصية مسكت وزارات في عهد وزارة اجتماعية معناها ذات طبع اجتماعي انتحالفها للتجارة والصحة بالأساس إضافة للسياحة اللي اشتغل فيهم بشكل بينظفرين ترك انطباع انه رجل دولة بالمعنى هذاك في الفترة هذيك لكن بعد تعلقت بيه بعض كما رموز كل النظام السابق عاد في 2014 فشل في الانتخابات كان دون اللي هو كان يعتقده غاب فترة كبيرة كبيرة على الساحة السياسية عاد اليوم لكن كان اسمه في كل المحطات الخاصة بتغييرات رؤساء الحكومات بالحديث على التكنوكرات الحديث على ضرورة استقدام رجال دولة الحاجات من نوع هذيك إلا ونلقاه اسمه في الصحافة في الكواليس في كذا لكن دون اسم مهوش ما عمره ما تحول إلى اسم جدي هنا يحكي على استعدادات وعلى ورشيت يتحدث على حاجة ثانية اليوم من البيان هذي حسب مفهمنا انه بيان رسمي معناها مؤكد من عنده هو فيتحدث على شكلا على حاجتين حاجة الأولى انه غير خايف مهوش خايف من حملات الهرسلة والتخويف اللي قاعد يتعرض لها هو والسياق العام اللي يتحدثي في البلد المرحلة الثانية يبدي رغبته أو استعداده للنزول والاحتكاك بالشعب في المحطات السياسية القادمة يفهم انه الانتخابات الرئاسية هو غير معني بالأي انتخابات أخرى أناك سألتك على توقيت توقيت البيان نقارنا معه لقاء البارح هلتعتقد بأنه حسروحوا معني بلقاء البارح من درزميدي هو ما تخيلش انه وليد لحظة البيان هذي هو وليد تفكير على الأقل بين منظره بين محيطه السياسي والمحيطه الاجتماعي اللي خلاهي نجم يفكر في هذي منعرش هو موجود داخل الترابة التونسية وخارجه منعرشها لانه فكر في تبعات السياسية لهذا البيان بالشكل الكافي ام لا في كل حالات هو اليوم يقدم في نفسه في هذه الصورة محاولة للعب على أكثر من مشهدية مشهدية نظام بن علي اللي عند عبير موسي مشهدية رجل الدولة اللي عند فاضل عبد الكافي والمقاربة هذيك مشهدية عدم تعلقه بحركة النهضة بالعشرية السوداء ينجم يكون يحاول انه يغازل مختلف الناخبين على تلك القاعدة يغازل حتى في ناخبين نجم يكون الخيار المعارضة اللي هو في نقيض الـ 25 جويلية منعرش جدية هذا الترشح منعرش جدية تقدم الخطوات إلى الأمام سموده أمام إمكانية العواصف السياسية الموجودة في البلاد في هذيك نجم يكون ما هو ما نهم أنت قلت عواصف وصارت عاصفة في البلاد ما هي الحالة اللي نجم يمشي بها منذ رزنيدي أكثر خطوات إلى الأمام على قاعدة ترشح الانتخاب الخطوات بارك